خلينا نروح للأخبار وزي ما وعدناكم دايماً بيكون في صدارة الأخبار معنا كرة اليد عشان كأس العالم في يناير إن شاء الله يهم مصر كلها مهمناش بس فطبعاً أخبار كرة اليد دي هكون معنا وأول أخبارها طبعاً هتبقى أخبار الفريق الأول لكرة اليد في النادي الأهلي كابتنطري محروس أنتوا عارفين فيه تسع لعيبة راحوا منتخب مصر لكرة اليد الباقي اللاعبين اللي معاه لعب مطشين مع الشمس والظهور ودياً استعداداً لاستكمال الدوري طبعاً زي ما أنتوا عارفين فيه تسع لعيبة راحوا المنتخب محمد عصام الطيار عبد الرحمن حميد إسلام حسن إبراهيم المصري أحمد عادل محسن رمضان أحمد الشام سيسة عبد الرحمن فيصل والوافد الجديد عمر سامي خلينا أقول لحضراتكم طب نستعد لإيه للدوري بتاع السنة اللي فاتت الدوري السنة اللي فاتت كان فاضل جولتين النادي الأهلي كان عنده نادي طلاع الجيش ونادي الزمالك هيتلقى بو 12 و 13 نوفمبر القادم فطبعاً كابتن تاري المحروس عايز اللعيبة لما ترجع من المنتخب تلاقي اللعيبة اللي في الفريق على قدر المستوى الفني مابقاش فيه فرق سرعات زي ما بيقولوا بين اللاعبين اللي مع النادي واللي مع المنتخب فالحقيقة المطشين دول كانوا مهمين والحقيقة كابتن تاري اللي عرفوا أنه لسه بيدور على مطشات تانية عشان يستعد للمطشين اللي جايين دول وكل التوفيق طبعاً لكابتن تاري المحروس واللاعبين اشتركوا في القناة